تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في الفقرة شبه الإخبارية التجريبية اللي بنحاول نقدمها في قناة سلبس بورت على اليوتيوب اللي بطلب منكم تشتركوا في القناة عشان دعما توصلكوا بالمقاطع بشكل مستمر حلقتنا معنا ثلاث أخبار فيها نبدأ بالخبر الأول ليونيل ميسي شو وضعه الآن؟ شو مستقبله الآن؟ أجمعت كل الصحف إنه اجتماعه الأول اللي حصل معكما ما كان إيجابي بس ما كان سلبي جدا يعني ما كان شخص دخل قالهم أنا طالع والسلام عليكم مروح لا دخل الشخص وتكلم مع كومن بما معنى أنا حاسس حالي طالع أكثر من النظاين يعني أنا بدي أضل بس لازم تعطوني أسباب أضل لما تقرأ بشكل عام الموقف تعرف إنه ليونيل ميسي عارف وفهم إنه في زمن كورونا صعب برشلونة يعمل كل شي صح وفي السنة الأخيرة لبارتوميو عارف إنه صعب يعمل كل شي صح لكن هو اللي بده إياه فعليا إنه ما يكون كل شي غلط مرة ثانية يعني ما ينعمل كل شي خطأ الصفقة الغلط والمدرب الغلط وطريقة إدارة اللاعبين وتعامل معهم الغلط كل شي يكون غلط لا ميسي بده يكون أقل سوء ممكن لأنه الجميع حيكون محضر بشكل سيء بسبب أزمة كورونا هذا اللي بدي يالي يونيل ميسي وهذا اللي سمعه من كومن شاك شو بدي يفكر ميسي ربما يطلب بعض الضمانات تتعلق مش في نفسه بأصدقاء ومجموعة الأصدقاء اللي عنده بي كي بوسكتش سواريس شو وضحهم وهل هم مراضين بهذا الوضع ولا لا ربما يطلب طريقة محترمة بالتعامل مع اللي السواريس حتى لو حبوا يتخلوا عنه يعني ممكن يكون عنده هادي الحزبة بس ليونيل ميسي عم بيحكي رسالة واضحة إنه أنا بدي شي يبين أحسن المنطق بيقول برشلونة ودارة بارتوميوم ما فيها الشي بيقدر ميسي يضغط عليهم فيه إحنا طالعين بعد سنة يعني السلام عليكم انتهى الموضوع يا ميسي يعني ما فيك لك تضغط علينا بفكرة أنا طالع وضائل فحتى ميسي الآن مطلوب يتراجع شوي مطلوب ما يضغط بشكل مية في المية المؤشرات بتحكين ميسي حيستمر هذا الموسم حيشوف الوضع الوضع كان كويس وتحسن ميسي حيستمر لنهاية بسيرته الوضع شافه بتراجع ما حيكون يجرب إدارات جديدة ومين دي يجي ومين دي يروح ميسي حيحمل حاله وعلى الأغلب يروح على مكان المطلوب بدنيا منه يليل عشان حيكون عنده فرصة كأس العالم بعدها الأخيرة في 22 زي ما بنعرف إذن هذا الوضع العام فيه كلام انه فيه اجتماعات جاية مع ليونال ميسي فيه حتى اتهامات لليونال ميسي انه عم بلعب دور المحبط الآن عشان يهرب من مسؤولية الثمانية اثنين وبشبهها باللي صار في كوبا أمريكا واعتزاله المؤقت لكن فيه فرق هنا ودفاعا عن ليونال انه ميسي كان محبط قبل الثمانية وميسي حزنه كان قبل الثمانية وإشاعات الانتر طلعت قبل الثمانية وإشاعات مانسيت طلعت قبل الثمانية شي أكيد مشي ميسي شي أكيد انه ميسي ميسي عيد أبدا 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 مع هذه الإدارة ميسي عيد أبدا 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 مع هذه النسخة من برشلولا توقع الشخص اللي عم بصير الآن ميسي يبدو يفهم شوي انه في شوية تحسين السنة الجاي على الفريق اللي كان بلا روح بلا اداء بلا فلسفة في الملعب ننتقل للقصة الثانية اشبيليا بطل الدوري الاوروبي اشبيليا من الفريق اللي انا بحترمها بشغلة واحدة عارف حجمه وبتدوش يكبر بسرعة يعني ما بدي يغلط غلطة الديبرتيفو اللي دمرت النادي واللي اعترف رئيس النادي يوما ما مالكه وقتها وقال حلمنا اكتر من حجمه فلانسي ايضا ارتكب هذه الهفوة حلم اكتر من حجمه اعتقد انه مسئوليته يجيب دور الابطال فصار يحاول يركض وراها وفي التالي نالي افلس ونالي نالي تنبيعه ودخل في مشاكل مالية كتير لسنوات طويلة اشبيليا عارف حجمه الان ياسين بونو تقلق ببارح ايجا افر كويس حيقول له شكرا ما حنمنعك ما حنفكر والله لا بدنا نجيب كمان مدافع ممتاز عشان انت وياسين بونو اجتنا فرصة نجيب دور الاوروبي بس مش مطالبين بهذا الشي المطالبين فيه الفريق يطور اسلوبه بتعين اللعبين وضحة عنهم وشراءهم بلعبين جيدين باسعار قليل وعلينا نرجع عنهم باسعار كبيرة واطلب مننا للعب دوري ابطال دور الاوروبي بشكل مستمر عشان ميزانية النادي وبس هذا دورنا فاهمين دورهم انا خايف هون على قتلاتكم مدريد مثلا انه ينسى دوره هذا دورك تكون الثالث بالدوري توصل دور ثمانية دور ابطال سيبك من الضغط الاعلامي اللي يصير لازم يجيب دور ابطال عمره ما كان مطلوب من قتلاتكم مدريد يجيب دور ابطال طبعا مسعيد جدا اللي لو بو تيجي استعاد مكانته ووضع خطمه متازة لتحسين مسيرته من المدربين القلائر ربما اللي بينجوا بعد فشل ذريع في ريال مدريد او ممكن تكون رسالة ايجابية لاله وفي المقابل حزين عشان كونتي يعني مهما كان المشجع هو بلعب عن انتر بس الدم ما بصير مي وكونتي له فضل كبير على اليوفي بالاعادة بمشروع الاعادة بعد الكاتشوبولين كونتي توتره كان ملموس يوم قمس وان هذا اللي كنت خائف منه توتر واضح تردد بعض المواقف اكيد تردد وهذه المشكلة انه هو عم بيخذ قوة نهائي اوروبي في حين اشبيليا في اروقته في خبرة نهائي دوري اوروبي كثير نعم اللاعبين لا بس ادارته حفظيته عن غيب لهذا اللقم فعنا بالمقابل بعض التردد انه يزيد كتابة الهجومية ونتيجة اثنين اثنين يحاول يثبت انه انا بدي النتيجة هو بنفس الوقت هو اهدر فرص كانتك في فوزة حزين جدا على الكاكو اللي هو افضل لعب بالانتر هذا الموسم اللي هو افضل لعب حتى يوم امس في المباراة وفي النهاية هو سبب خسارة اتمنى ما تأثر عليه نفسيا الموسم الجاو اتمنى يرجع بشكل جيد بالنسبة لليوفي استفاد جدا من خسارة الانتر لانه نفاز الانتر يوم امس بدور الاوروبي وربما شفتوا نعينات من الاعلاميين الرياضيين في العالم العربي والاوروبي واللي بلشوا يعني يرفعوا الانتر جدا 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 كأنه بديفوز يوم امس بدور الابطال وهذا كان حيثم الوقت كبير كثير على مشروع اليوفي كان حيوتر اليوفي ويضغط عليه نفسيا انه شوف الانتر طلع صار يدك طبعا الانتر الموسم الماضي بالدور احنا بنعرف اليوفي اخر عشر مباريات يعني كان امكانه ربما يحسم الدوري من فترة طويل لكن نتاجه السيئة هي اللي خلت الفرق يبدو نقطة لكنه لم يكن كذلك لفترة من الفترات فكان حيصير ضغط رهيب على اليوفي وكان حييجي شحن معنوي رهيب للانتر يوم امس جيد انه وزن الكف شوي بالنسبة لليوفي ننتقل للخبر الثالث هاري ماغوير هاري ماغوير بكل بساطة دخب لسهرة مع صحابه اشت الشرطة نتيجة خلاف ضربوا الشرطة طبعا واضح انهم كانوا سكارة رياضيا ما بتقدر تلوم اللاعب لانه اجازته ما بتقدر ابدا رياضيا يعني ادارة من يونانية ما بتقدر تقول اللاعب ليش راح تسهر ابدا ما بتقدر تعمله الان في حل لازم ينعمل لانه اللاعب معتقل في الشرطة والمنطقة الشرطة اليونانية ما حتسجن وما حتخلي عندهم لا اسباب كتير اولا يعني احنا منتكلم الدول الاوروبية بتحسب انه السجن تكلف عليها ثانيا هذي دولة سياحية جدا ونوع من فلسفة سياحتها السهر والخلافات اللي بتصير بالسهر فما حتعطي دعاية سلبيلة عليها انه لو لا تتعمل مشكلة بس جناك فالناس حتصير تتجنبها خاصة بريطانيين فما حتعمل هالدعاية حيطلعو بس في المقابل من يونانيتد مطالب بموقف فيه شوية احترام لرجال الامن مش بس باليونان في العالم في بريطانيا عنده مطالب ان يظهر انه عنده احترام لرجال الامن مطالب انه هذا فمن الحلول الوسط طبعا فيه ناس راح تطلبت ازالة شارت القيادة استبعت سول شاير وشخصيته يضغط على هذا الموقف اللي اذا ضغط عليه من فوق لكن اللي حيروح اكثر ربما غرامة مالية توجيه اندار واضح انه ما تكرر هذا التصرف هذا الموقف الآن هذه التصرفات بتصير يعني القصة مش كتير كبيرة هي لو كانت مع لاحب اسباني او ايطالي وانتهت بيوم ما حنس مع نفس الشوشرة بس الانجليز دائما بيحبه قصص الحانات يعني حتى لو تفتحوا الديلي ميل انسوا الرياضة بتلقوا كتير في القصص مشاكل حانات وكذا بيحبوها فالاعلام الانجليزي هو اللي يكبر القصة فعليا اكثر من الاعلام الاسباني او الايطالي يعني حتى الاعلام الايطالي باح كنت ادور ما شفت الخبر اعتقد يعني بحاول اتذكر ما قرأته بس اعلامهم هو نفسه اللي يكبر القصة فاعتقد مطلوب بشأن اعلامهم يكبر القصة مطلوب موقف اخلاقي يبدو من من يونايتد على اللاعب بس لا اكثر القضية هتمشي ما هتأثر رياضيا فيه وقت كثير يتعافى اللاعب ذهنيا من التوتر وقت كثير بعيد كثير عن التدريبات فهذا شيء جيد يعني مش انه فجأة غاب عن مباراة نتيجة انه كان في حانة هو بياجازته فهذا حقه يروح ود ما بده في مفهوم كرة القدم الاوروبية نوصل هنا نهاية هالفقرة ان شاء الله هنكون معكم دائما دائما بفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله شكرا